فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية فالو تلك كانت الجاهلية العامة فأما بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم فقد تكون في مصر دون مصر كما هي في دار الكفار وقد تكون في شخص دون شخص كالرجل قبل أن يسلم فإنه في جاهلية وإن كان في دار إسلام نعم الجاهلية تنقسم إلى قسمين جاهلية عامة وهذه لم يبقى عليها إلا الكفار الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى وغيرهم فهم ما زالوا في جاهليتهم لأنهم لم يقبلوا الحق وأما المسلمون فإن الله أزال عنهم الجاهلية العامة وقد تبقى جاهلية خاصة في بعض الأشخاص أو بعض القبائل أو بعض البلدان لكنها جاهلية خاصة ولا تقتضي الكفر فليس كل من اتصف بصفة من صفات الجاهلية يكون كافراً ولا يزول بذلك إسلامه لكن تبقى فيه خصلة من خصال الجاهلية حتى يدعها